تحت إشراف شركة الاتصالات الكردستانية شرعت شركة FTTH وهي من القطع الخاص بتركيب كرسي ذكي في وسط مدينة أربيل يمكن للمواطنين الاستفادة منه في الاتصال المجاني بالإنترنت والشحن الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية والكرسي الذكية تتلقى الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لتقوم بتوزيعها لشحن الأجهزة الذكية وتوفير خدمة الانترنت للسياح والزوار وسط أربيل وفي السوق عند الضرورة هذه تجربة حضارية جدا مفيدة وخاصة نحن بالمجتمعات العالمية كلها لازم توفرها طريقة شحن موبايل بالإضافة إلى واي فاي وهذه تجربة نحسن أنه مفهوظة بكل ماكن السياحية وكل مناطق لأنها استغلب الناس يصبح استخدام الانترنت شيء أساسي بحياتها حجز فنادق حجز مطاعم أو تواصل مع باقي الناس نتمنى أنه تتعمم بكل المناطق وبالإضافة إلى هذا أنه ليس يصير بس آيفون نتمنى أن يصير بكل أنواع على جهزة مع التليفون نتمنى بكل الأقبية والنواحي حتى ليس على شكل محافظات لأنها خدمية جدا تقديم المواطن تقديم اللي ما عنده أنترنيات يجي إذا مخلص الشحن ما عنده شاحنة أكيد طبعاً ها يتفيد الشر بصراحة هذا الشيء اللي قصة هو بربيل حالياً بنافورة تربيل مقابل القلعة شيء مميز وأول مرة على ما أعتقد بالعراق موجود هذا الشيء بس اللي مخصص هذا المقعد وهذا الشحن والألترنت بس للجهاز الآيفون بس الآيفون أما رسعته يجوا جماعة أهل الآيفون قبل الشحن وشبكة ألترنت موجود بالنسبة للجهاز نحن قد سامسون ما يقبل الشحن ولا ينطي ألترنت نتمنى إن شاء الله غير شركات السامسون هم يوفروننا هذا الشيء يكون متواجد بربيل إن شاء الله